اشتركوا في القناة وكيفية العالم نيلزبورد للترتيب الالكتروني وكيفية توزيع الالكترونات في المدارات الخاصة بها وان شاء الله مش بتنتهي حلقة اليوم الا وجميع طلاب الاعزاء قادرين على توزيع الالكترونات بشكل صحيح في البداية تعالوا نتذكر مع بعض فروض نظرية العالم روزرفورد اللي قال لنا ان الذرة بتتكون من نواة مجابة الشحنة ودي موجودة في جزء صغير جدا من حجم الذرة والالكترونات سالبة الشحنة اللي موجودة في الفراغ الكبير حول النواة هنا زي ما احنا منحظين مش محدد كلمة مستويات قال ان الالكترونات موجودة بالفعل انما فين في النواة حول النواة ولم يحدد مكانها وبالتالي كان هنا للنظرية العالم روزرفورد بعض القصور اللي علجوا بعد كده في نظرية نيلزبورد كان القصور في نظرية روزرفورد ان طبعا عندنا قاعدة علمية في النظرات الفيزيائية ان الالكترونات المتحركة او اي جسم متحرك بيفقد جزء من طاقته بالتدريج يعني الالكترونات لما بتتحرك حول النواة لا تظل متحركة على الدوام اكيد بتفقد جزء من طاقتها نتيجة هذه الحركة وده امر طبيعي في جميع الاجسام المتحركة يعني مثلا لو سيارة منطلقة من ظفار الى مسقط هلها تظل منطلقة وتحافظ على تحركها وسرعتها اكيد لا هيجي لها وقت وتفقد طاقتها ومحتاجة ان هي يتم تزودها مرة اخرى بالنفط وبالتالي نفس الامر بيحصل معانا في الالكترونات طول ما هي تظل متحركة حول النواة وتفقد جزء من طاقتها وده بيعرضها انها ممكن تسقط في النواة بالاضافة ان الالكترونات زي ما درسنا في الحلقات السابقة انها سالبة الشحنة والنواة مجابة الشحنة فامر وارد جدا يحصل تجازب بين الشحنات المختلفة زي ما اخدنا قبل كده وده طبعا بيجعل النظام الذر كله معرض للانهيار وكده بيكون الكلام غير منطقي علشان كده جيه العالم نيل زبور وبنى نظريته على ان في بعض اطياف من زرات مختلفة بتتوهج بالوان مختلفة عند تعرضها لاثارة بالطاقة الحرارية او الطاقة الكهربائية حاول يفسر الطيف او الضوء الناتج من هذه الذرات وخرج لنا بمجموعة نظريات مختلفة في فروض سماها فروض العالم بور اول فرد من هذه الفروض ان عندي الالكترونات في الذرة بتمتلك طاقة هذه الطاقة تجعل الذرة بقدر الامكان مستقرة الامر التاني حدد مكان الالكترونات قال لنا توجد الالكترونات فين؟ ما قالش بقى في فراغ حول النواة حدد لنا مكان وقال توجد فيه مستويات للطاقة حول النواة الامر الثالث من فروض النظرية يمكن للالكترون ان ينتقل من مستوى الى اخر ولكن لا يتواجد بين مستويين زي ما شفنا في الرسم الخاص في اللحظات السابقة الخاص بتوهج او الحصول على الوان مختلفة عند اثارتها بالطاقة الحرارية ايه سبب تغير اللون ان هنا عندي الالكترون انتقل من مستوى الى مستوى اخر وبالتالي حصل توهج بلون مختلف في ذرات العناصر الامر الاخير اذا انتقل الالكترون طاقة فانه ينتقل الى مستوى طاقة اعلى واذا فقد الطاقة فانه يعود الى نفس مستواه السابق معنا رسم بسيط علشان يوضح لنا هذه الفروض للعالم بور حدد هنا عندي ان النواة مجابة الشحنة وده الكلام اللي متفق عليه من النظريات السابقة الجديد في نظرية بور انه حدد لنا ان فيه مستويات للطاقة اللي موجودة بهذا الشكل موجودة فين حول النواة مين اللي بيكون بيدور فيها هي الالكترونات الالكترونات بتبقى موجودة في مستويات الطاقة حول النواة ممكن الالكترون يكتسب طاقة زي ما قلنا مثلا اثرته بالحرارة او اثرته بالكهرباء نتيجة تزويده بهذا النوع من الطاقات ايه اللي بيحصل ممكن ينتص طاقة فينتقل فيها من المستوى الاقل الى المستوى الاعلى زي ما احنا شايفين هنا كان مثلا موجود في المستوى الاول عندما اكتسب طاقة انتقل للمستوى الثاني وهكذا طيب اذا فقد هذا الالكترون نفس الكم من الطاقة يرجع الى نفس المستوى اللي كان فيه يعني مثلا لو كان في المستوى الثاني واكتسب طاقة نقلته للمستوى الثالث عند فقده لهذه الطاقة فهو يرجع مرة اخرى للمستوى الثاني وهكذا وغالبا رجوع الالكترونات من مستوى طاقة اعلى الى مستوى طاقة اقل يكون مصحوب بتوهج ضوئي زي ما شفنا في الصورة اللي كانت معانا من لحظات بسيطة دي كانت فروض نظرية العالم نيلزبورد اللي سمعنا فيها لأول مرة كلمة مستويات الطاقة تعالوا بعد كده بقى نشوف اهم شيء وضعه والقعدة الاساسية اللي على اساسها بنستخدمها الى الان وهي قاعدة التوزيع الالكتروني يعني ايه؟ يعني كيفية توزيع الالكترونات في مستويات الطاقة حول النواة كل مستوى احنا عرفنا انه له طاقة معيلة وايضا له قدرة استيعابية يتحمل فيها الالكترونات على اي اساس تم توزيع الالكترونات؟ على حسب القانون اللي بيقول لنا تو ان قس 2 بمعنى ان تو هذا عدد سابت ان بنرمز لي الى رقم المستوى number of level اس 2 ايضا لهذا رقم سابت 2 نون اس 2 طب لما نحب نعوض في هذا القانون علشان نعرف عدد الالكترونات اللي بيشغلها كل مستوى هنشوف مثلا عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الاول اشيل هنا الان او نون لو باللغة العربية واحط مكانها رقم واحد طبعا عندي هنا مسألة رياضية في ترتيب العمليات الاول بعالج الاسس وبعدين اتوجه الى الضرب واحد اس 2 طبعا عندي واحد يعني الواحد مضروب في نفسه مرتين واحد في واحد يبقى بواحد واحد في اتنين باتنين معنى كده ان مستوى الطاقة الاول يتشبع باتنين الكترون تعالوا نشوف مستوى الطاقة الثاني نفس القانون انما هشيل ان واضع مكانها اتنين اللي هو رقم المستوى ايضا نفس الامر هل خلص الاول من الاسس وبعدين عملية الضرب اتنين قس 2 باربعة اربعة في اتنين بتمانية يعني عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الثاني تمن الكترونات مستوى الطاقة الثالث وهكذا بنجد ان ايضا تلاتة قس 2 بتسعة تسعة في اتنين بتمانتاشر الكترون لما نيجي نمثل هذا التوزيع الالكتروني معانا على ظرة بنجد ان عندي النواة مجابة الشحنة في المنتصف ومستويات الطاقة بتحيط حول النواة هنا بيتم توزيع الالكترونات فيها بجد المستوى الاول زي ما عرفنا بيتشبع باثنين الكترون مش ممكن ياخد اكثر من كده ممكن يكون اقل يتشبع بالكترون واحد زي نواة ظرة الهايدروجين انما مش ممكن يتشبع بثلاث الالكترونات طب لو انا عندي مثلا نظر فيها ثلاثة او اربع الالكترونات خلاص هو تشبع باثنين والالكترونات الزي ده بعد كده تنتقل الى مستوى الطاقة الذي يليه وهو مستوى الطاقة الثاني مستوى الطاقة الثاني حسب القانون بيتشبع بثمان الالكترونات زي ما احنا شايفين ممكن يتشبع بأقل إنما مش ممكن يأتي إلكترون تاسع ويظل في المستوى الثاني طيب يروح فين إذا كان زائد عن 8 مباشرة ينتقل إلى المستوى الثالث وهكذا بس في عندي ملحوظة أخذ بالي منها إن عندي إذا زاد عدد الإلكترونات عن 20 إلكترون يعني مثلاً ظرة عدد الإلكترونات فيها 22 إلكترون إيه اللي يحصل؟ يتشبع مستوى الطاقة الثالث ب18 إلكترون والباقي يترحل لمستوى الطاقة الرابع وإذا كانت الإلكترونات حتى 20 فإن مستوى الطاقة الأخير يتشبع ب8 إلكترونات يعني مثلاً ظرة مثل الصوديوم أو الماغنيسيوم عندها 3 مستويات طاقة أقل من 20 لأن الماغنيسيوم 12 والألمونيوم مثلاً 13 والصوديوم مثلاً 11 أقل من 20 إلكترون يبقى مستوى الطاقة الثالث يتشبع ب8 وليس ب18 ما تقلقوش أبداً إن شاء الله هنشوف مع بعض دلوقتي بعض التطبيقات في نهاية الحلقة بتمكنني من التوزيع الإلكتروني بشكل صحيح بكده شفنا مع بعض تطور النموذج الزر بدءاً من نموذج الخاص بالعالم دالتون اللي قال لنا إن النواة اللي قال لنا إن الزرة كرة مصمطة مروراً بالعالم طمصم اللي قال لنا إن الزرة عبارة عن كرة من الشحنة الموجبة تنغدس فيها الشحنات السالبة وهنا كان عندي نظرية العالم روزرفورد اللي قال لنا الإلكترونات موجودة حول الفراغ الخاص بالنواة وفي نظرية العالم بور قال لنا إن فيه مستويات للطاقة أما الشكل الأخير ده هنا التطور النموذج الزري في العصر الحديث توصلنا إلى إن فيه مستويات طاقة فرعية موجودة داخل مستويات الطاقة الرئيسية وهنا طبعاً بتبقى موجودة الإلكترونات وتنتظم فيها على شكل أزواج بأشكال مختلفة هنسمي مستويات الطاقة الفرعية أربى ثلاثة وطبعاً دي بنتعرض لها إن شاء الله في المراحل الدراسية اللاحقة بإذن الله حتى أيضاً البروتونات والنيترونات أثبتت النظريات الحديثة إنها ممكن تتكون من جسيمات أصغر من البروتون والنيترون بكده نكون عرفنا مع بعض النظريات الخاصة بالنظام الذري بدءاً من دالتون وصولاً إلى نيلزبول تعالوا بقى دلوقتي موعدنا مع التطبيقات اللي بتمكننا من فهم كل هذه الأمور وخاصة التوزيع الإلكتروني للإلكترونات بيقول لي اكتب التوزيع الإلكتروني للعناصر التالية لسيام عدد الزري 3 وإحنا اتفقنا إن العدد الزري بيكتب أسفل العنصر الماغنيسيام عدد الزري 12 الأرجون عدد الزري 18 إزينك عدد الزري 30 هنعمل إيه؟ نبدأ مع ظرة الليسيام ظرة الليسيام زي ما قلنا فيها العدد الزري 3 بمعنى إن عدد البروتونات 3 وعدد الإلكترونات أيضاً 3 وإحنا أخذنا من دقائق قليلة إن عندي الإلكترونات بيتم توزيعها حسب قانون بحيث إن المستوى الأول يتحمل بـ 2 إلكترون فقط طيب أنا عندي هنا 3 الإلكترون التالت دا يروح فين؟ لازم ينتقل إلى مستوى الطاقة الأعلى يبقى التوزيع الإلكتروني لظرة الليسيام إلكترونين في مستوى الطاقة الأول وإلكترون واحد في مستوى الطاقة الثالث ممكن أكتبه بهذه الطريقة وممكن أكتبه بهذه الطريقة بكتب هنا الظرة وهنا عندي عدد الإلكترونات اللي بيمثله العدد الزري لسيام 3 يبقى التوزيع الإلكتروني 2 و1 بمعنى إن الإلكترونين في مستوى الطاقة الأول واحد إلكترون واحد في مستوى الطاقة الثاني تعالوا نكمل مع بعض توزيع الإلكترونات في باقي العناصر الماغنيسيام وجدت أن الماغنيسيام هنا العدد الزري 12 يعني عدد الإلكترونات 12 يتم توزيعها على هذا الأساس مستوى الطاقة الأول يتشبع بإلكترونين 82 10 مازال متبقي معايا 2 تذهب إلى المستوى الثالث 282 الأرجون 18 المستوى الأول يتشبع بإثنين المستوى الثاني يتشبع بتمانية 2810 تبقى 8 يبقى 288 أخيرا الزنك المستوى الأول يتشبع بإثنين المستوى الثاني بتمانية المستوى الثالث بـ 18 إيه اللي حصل معايا هنا؟ دلوقتي لو إحنا متذكرين أن أنا قلت عندي قاعدة بيتم تطبيقها على العناصر اللي أعدادها الزرية حتى 20 إلكترون وإنها عندي 30 إلكترون يبقى بنطبق القاعدة أن المستوى الطاقة الثالث يتشبع بـ 18 إلكترون اتنين وثمانية عشرة عشرة وثمانتاشر تمانية وعشرين وتبقى معايا اتنين إلكترون تذهب إلى المستوى الذي يلي دي كانت فكرة بسيطة على كيفية التوزيع الإلكتروني وكتبته بشكل صحيح تعالوا نتعرف مع بعض على نمط آخر من الأسئلة ظرة عنصر ما تدور إلكترونات وفيه ثلاث مستويات للطاقة ويحتوي مستوى الطاقة الأول والأخير لضراته على نفس العدد من الإلكترونات والعدد الذري نصف عدده الكتل احسب قبل ما نحسب تعالوا نتأمل هذا الشكل لما يقول لي ظرة عنصر تدور إلكتروناته في ثلاث مستويات للطاقة يبقى أنا لازم أعرف أن مستوى الطاقة الأول والثاني مجتمل يبقى مستوى الطاقة الأول لازم يكون يحتوي على اتنين إلكترون مستوى الطاقة الثاني يحتوي على ثمان إلكترونات جميل جدا إنما قال لي معلومة أن مستوى الطاقة الأول والأخير يحتوي على نفس العدد من الإلكترونات مستوى الطاقة الأول لازم يكون عدد الإلكترونات فيه اتنين يبقى مستوى الطاقة الثالث أيضا لازم يحتوي فيه على اتنين يبقى هنا عندي إلكترونين اتنين وتمانية في المستوى الثاني واثنين في المستوى الثالث اتنين وتمانية عشرة واثنين اتناشر أنا كده كونت المعطيات بتاعتي وجهستها استعدادا للأسئلة تعالوا نشوفها مع بعض احسب العدد الزري العدد الزري يعني عدد البروتونات ومساوي لعدد الإلكترونات وإحنا لسه قيلين دلوقتي أنه 12 إلكترون العدد الكتلي جاب لي هنا معلومة قال لي أن العدد الزري نصف عدد الكتلي يعني العدد الكتلي ضعف عدد الزري 12 ضعفها 24 الأمر الأخير عدد النيترونات عدد النيترونات أنا عرفته في الحلقة السابقة وممكن نرجع لها بطرح العدد الكتلي من العدد الزري 24 نقص 12 بيعطيني 12 تعالوا نشوف نمط آخر من الأسئلة تتميز ضرة عنصر ما بما يلي عدد مستويات الطاقة الرئيسية 3 عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير 7 أكتب التركيب الإلكتروني لضرة هذا العنصر طالما قال لي عدد مستويات الطاقة الرئيسية 3 إذن مستوى الطاقة الأول والثاني مجغولين ومكتملين بالإلكترونات يعني مستوى الطاقة الأول 2 ومستوى الطاقة الثاني 8 إلكترونات تمام عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير 7 إذن 2 8 7 تعالوا نشوف نكتبها إزاي؟ بنكتبها بهذه الهيئة 2 8 7 أنا عرفتها منين؟ هعيدها مرة أخرى طالما قال لي أن أنا عندي 3 مستويات للطاقة إذن أول مستوى وتاني مستوى لابد أن يكونوا مكتملين لأنهم لوما كانوا مكتملين ما كانش يكون فيه مستوى ثالث يبقى لازم مستوى الطاقة الأول مكتمل بـ 2 ومستوى الطاقة الثاني متشبع أو مكتمل بـ 8 إلكترونات ضف لي هنا معلومة وقال لي أن عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير 7 إذن هيكون التوزيع الإلكتروني 2 8 7 ده كان نمط مختلف أيضا من الأسئلة تعالوا بقى نشوف جدول وإحنا نكمل منه بيقول لي ادرس الجدول التالي ثم آجب عما يليه رقم العنصر 1 2 3 4 عندي أربع عناصر مختلفة التركيب الإلكتروني والعدد الكتلي التركيب الإلكتروني يعني إيه يا جماعة إحنا اتفقنا إن عدد الإلكترونات مساوي لعدد البروتونات مساوي لكلمة العدد الذري والعدد الكتلي هو مجموع أعداد البروتونات زائد مجموع أعداد النيترونات إذا كان هو ده الجدول اللي هو معطهولي في المسألة أنا ممكن أجي في الهامش كده وأعمل أنا شيء إضافي خاص بي أعمل إيه؟ عدد البروتونات اللي هو مساوي لعدد الإلكترونات وعدد النيترونات تعالوا نشوفها إحنا جبناها إزاي؟ عدد البروتونات قلنا مساوي لعدد الإلكترونات عدد الالكترونات هنا كام 2 و2 4 الكترونات يبقى ايضا عدد البروتونات 4 طيب اذا كان عدد الكتلي 9 عدد الكتلي يبقى عدد البروتونات بالاضافة للنيترونات طيب البروتونات 4 والعدد الكتلي 9 يبقى اكيد هطرح 9-4 يبقى 5 وهكذا في باقي الجدول ممكن توقف الفيديو لحظات بسيطة تحسب وتكمل الجدول ونرجع مع بعض تاني نكمل الاسئلة بعد ما اوقفت الفيديو ورجعت وحسبت يلا بقى نشوف الاسئلة الخاصة بهذا النمط من الاسئلة عدد البروتونات في العنصر رقم 1 عدد البروتونات مساوي لعدد الالكترونات خلاص احنا عرفنا يبقى هيكون عندي عدد البروتونات 4 رقم العنصر الذي تتساوي فيه اعداد البروتونات واعداد النيترونات تكون اعداد البروتونات مثل اعداد النيترونات هتكون طبعا زرة العنصر رقم 2 ليه؟ لان عدد البروتونات او الالكترونات 12 لان ده قلنا مراضف للعدد الزر 2 8 10 10 و 12 12 عدد البروتونات 12 طب والعدد الكتلي 24 يعني بروتونات زائد نيترونات لما احاب بجيب نيترونات فقط يبقى اطرح ال 24 من ال 12 زي ما حسبناها في الجدول بهذا الشكل يبقى هتكون زرة العنصر رقم 2 رمز العنصر الذي يكون في الفرق بين عدد النيترونات وعدد البروتونات 4 يعني عدد النيترونات يزيد عن عدد البروتونات بمقدار 4 تعالوا نشوف كده العنصر رقم كام هيكون من الجدول اللي انا عملته العنصر رقم 4 عرفت ازاي 2 18 و 18 18 يبقى دي عدد البروتونات اللي مساوي لعدد الالكترونات طب عدد النيترونات احسبه ازاي اطرح 40 ناقص 18 هيعطيني 22 وفعلا عدد النيترونات يزيد عن عدد البروتونات بمقدار 4 يبقى احنا بنتكلم على العنصر رقم 4 ان شاء الله بينتظرنا المزيد في الحلقات القادمة على كيفية التوزيع الالكتروني بشكل صحيح اتمنى تكون حلقة النهاردة حادث على اعجابكم والامور التضحة بالنسبالكم بعض الشيء القاكم قريبا جدا بابن الله اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته